الخطوات المنهجية لتحليل القصة إن تحليل العمل القصصي يهدف إلى الكشف عن هدف القاص وغايته بالوقوف على العناصر المكونة للقصة ومدى توافقها مع الفكرة العامة التي أرادها الكاتب وأولى خطوات التحليل نبحثها في عنوان القصة وحياة الكاتب عنوان القصة وحياة الكاتب العنوان والعمل القصصي يشكلان علاقة وطيضة لأنهما يسيران في خط متوازن وينبغي على القارئ تناول العنوان قبل متن النص القصصي وارتباط العنوان بالقصة لا يعني أن يكون كاشفا لها إنما يوحي ضمنا بمضمون العمل بلغة ذات بنية جمالية وفنية أحداث القصة وتتآلف جميع العناصر الفنية في القصة لخدمة الحدث وتصويره يأتي الحدث في القصة القصيرة مركزا يتم التعبير عنه بلغة محكمة لا تحتمل الاستطراد وهو ناتج عن تصرفات الشخصيات التي تؤثر في الحدث وتتأثر به ويجب أن يكون الحدث مبررا ومقنعا للقارئ كما أن التصرف إزاء حدث ما يجب أن يكون منطقيا أيضا وإلا فقد العمل قدرته على الإقناع الأفكار يتم تحديد الفكرة والموضوع بتحديد الأفكار الفرعية ثم النفاذ إلى الفكرة الكلية وعلى القارئ أن يقف على الانسجام والترابط بين الأفكار الفرعية والفكرة العامة ويتفحص حسن انتقال الأديب بين الأفكار الجزئية للوصول إلى الفكرة العامة للعمل الأدبي الشخصيات تعد الشخصيات بنوعها الرئيسة والثانوية المحركة للعمل القصصي ضمن إطار الحدث فإن رسم الشخصية في العمل القصصي يحتاج إلى الجهد والبراعة والخبرة وعلى القارئ أن يتعرف أبعاد الشخصية الثلاثة ألف البعد الخارجي ويشمل المظهر العام والسلوك الظاهري ب البعد الداخلي ويشمل الحالة النفسية والفكرية والسلوك الناتج عنهما جيم الجانب الاجتماعي ويشمل مركز الشخصية وظروفها الاجتماعية الزمان والمكان يساعد الزمان على تطور الأحداث وتوضيح السببية التي تحرك فيها الأحداث وتدفع بها إلى الأمام ويمكن تحديد الزمان كأن يذكر المؤلف أن الزمان في الصباح أو المساء أو غير ذلك المكان إن تشكيل المكان ووصفه في العمل القصصي يهم القارئ بواقعية الأحداث التي يقرأها فالبيئات التي تعيشها الشخصيات تعطي انطباعا عنها كما يظهر أبعادا دلالية أخرى من حيث اتساعه أو ضيقه فلكل صفة من صفات المكان أثرها النفسي والاجتماعي على الشخصيات العاطفة وهي الانفعال النفسي المصاحب للنص والحكم على العاطفة يتناول ثلاث جوانب هي نوعها وقوتها وصدقها وتتنوع العواطف بتنوع المواقف البشرية فقد تكون عاطفة إنسانية نبيلة محبة للخير والعمل الصالح أو عاطفة اعتزاز ديني أو قومي أو وطني أو شخصي أو عاطفة عجاب بالمكارم أو البطولة أو بالجمال أو الجلال وقد يحمل النص أكثر من عاطفة واحدة ويتم دراسة لغة الأسلوب للعمل القصصي لأنه دليل على براعة الأديب وعبقريته في عمله تقاس جودة اللغة بمدى ترفعها عن مستوى العامية وحسن اختيار مفرداتها وجودة سبكها ومدى تأثيرها على إحساس القارئ إن غرض الحوار في القصة هو التخفيف من رتابة السرد وملله ورسم شخصيات القصة فالشخصية لا يمكن أن تبدو كاملة الوضوح والحيوية إلا إذا سمعها القارئ وهي تتحدث السرد وهو نقل جزئيات الوقاع بواسطة ألفاظ تعبر عنها السرد المباشر للأحداث يحلل الشخصيات تحليلاً عميقة ويعرض سلوكاتها ويصف إحساساتها وعواطفها وصفاً دقيقة وينفذ إلى عماق تفكيرها ويكشف عن صراعه السرد الذاتي بأن يكتب القاص بضمير المتكلم متقمصاً إحدى شخصيات القصة ليبث على لسانها ترجمة ذاتية متخيلة